خبر كده بخصوص رحيل الكابتن أحمد حسين ميدو على نادي الإسماعيل نادي الإسماعيلي منذ لحظات مجلس الإدارة أعلن بكرة الساعة 12 الدارة هيكون فيه مؤتمر صحفي الإعلان عن الجهاز الفني الجديد للفريق اللي غالباً غالباً يعني الأقرب ليه هيكون الكابتن حمزة جمل كمدير فني سأبل ما نروح ليه إبراهيم واسمع منه أقول لحوابكم الجهاز الفني الجديد لنادي الزمال كنتونكم من شوية نبكرة يبقى فيه مؤتمر صحفي الإعلان عن الجهاز الفني الجديد عفواً نادي الإسماعيلي لجهاز الفني الجديد للنادي الإسماعيلي وقلت لكم من الكابتن حمزة الجمل هو الأقرب لتولي مهمة الموديل الفني هو بالفعل تولى رسمياً مهمة الموديل الفني للنادي الإسماعيلي ومعه فيه الجهاز المعاون الكابتن أحمد كناوي مدرب عام والكابتن محمد حمص مدرب والكابتن سيد توفيق مدرب حراس مرمى هذا هو التشكيل الجديد للجهاز الفني للنادي الإسماعيلي نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الفترة القادمة